وظلمة كتن مليون التاريخ التركي معروف باحتضان جميع من ضاقت بهم السبل دون أي تمييز من البلقان وحتى القوقاز والعراق وسوريا وبالتسامح مع الآخرين ومساعدة المحتاجين هذا ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤكدا أن حكومته لن تسمح بتفشي العنصرية وكرهية الأجانب وستتخذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة الهجرة غير النظامية الرئيس التركي وخلال كلمة ألقاها في فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة شدد على أن تركيا لن تسمح بتخريب نسيج المجتمع التركي ونشر التمييز على أسس عرقية ودينية لا يمكننا أن نسمح بتجذر الألعيب الخبيثة التي تتسبب بتخريب مجتمعنا بدءا من استفزازات المنظمات الإرهابية وبعض السياسيين وحتى سموم كراهية الأجانب وسنعمل على حل المشاكل المتعلقة بالهجرة غير النظامية ملف اللاجئين ورقة لطالما استخدمتها المعارضة في تركيا خلال الانتخابات لجذب الناخبين وفق تقريرا لوكالة الأنظور التركية وهو ما فاقم من ظاهرة العنصرية وكرهية الأجانب ما دفع بالحكومة التركية إلى التأكيد على أنها ستؤمن عودة اللاجئين إلى ديارهم ولكن بشكل طوعي وآمن ويحفظ كرامتهم وهذا ما شدد عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه إضافة لتأكيده على ضرورة مواجهة العنصرية والعنصريين الدولة التركية ستتخذ جميع أشكال التدابير اللازمة ضد الخارجين عن القانون وستعمل على إطفاء نار الفتنة هذه قبل أن تتفاقم نسعى جاهدين لضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم طوعا وبأمان وكرامة خطاب الرئيس التركي يأتي بعد تصريحا لوزير الداخلية أكد فيه أن الحكومة التركية لا يمكن أن تسمح بانتشار العنصرية وكرهية الأجانب في المجتمع وهي ظاهرة اعتبرها دخيلة وليست من ثقافة ومعتقدات الأتراك ترجمة نانسي قنقر